بسم الله والحمد لله والصلا throttle was salam على الاسول الله صلى الله عليه وسلم نأتحدث الآن عن الاتجاهات العامة في تفسير طلابات السلوك عندنا أربعة اتجاهات أساسية واول اتجاه منهم هو الاتجاه البيوفيزيائي والاتجاه الثاني وهو الاتجاه الدينامي والاتجاه الثالس وهو الاتجاه السلوكي وآخر شيء هو الاتجاه البيئي لو بدائنا نتحدث عن كل اتجاه منهم في تفسير طلبات السلوك كده بشيء بسيط هنتعرف ان الانتجاه البروفيزيائي بيقول ان السلوك المضطر بيرجع الى عوامل بيروفيزيائية وعوامل بيروفيزيائية يعني بتتحدث عن مشاكل خاصة بالوضع الجسمي غير الطبيعة عندهم بعض المشكلات الجسمية او بعض المشكلات الخاصة بالصحة والعوامل البروفيزيائية برضو بتتحدث عن الوراثة والبيئة والحوادث كمان يعني حدثة حدثة للطفل ده اصارت مثلا على الجوانب الخاصة بالجسم وهكذا طيب وكمان المزاج عمتا في الاتجاه البروفيزيائي له تأثير كبير جدا على الترباط السلوك كمان التغذية يعني فيه ربط في الاتجاه البروفيزيائي بين النوع التغذية اللي بيتغذى بيروفيزيائيه الطفل ويهي سلوكه وفيه بعض بعض الابحاث بتقول ان بعض الاخذية اللي بيتناولها الاطفال بتتسبب في زيادة الحركة والنشاط ومنها الاشياء الخاصة بالشيبس والشيكلت والاشياء الخاصة بالمواد الحفظ بصفة عامة يعني من الافضل ان احنا بالنسبة الاطفال حتى العاديين وخصوصا المعاقين ان احنا نقلل لهم الاخذية التي تحتوي على ايه مواد حفظة ونعتمد كل الاعتماد على الاغذية الطبيعية بنسلوكها رجع لعوامل داخلية خاصة بكل شخص اما الاتجاه السلوكي لا ان الاتجاه السلوكي بقى سلوكيات رجع الى السلوك قام بها او تعلمه الفرد من قبل وبيركز الاتجاه السلوكي على الخبرة التعلم السابقة يعني هو الولد تعلم الاشياء دي من سلوكيات سابقة او بالنسبة له الاطباب السلوكي اللي عنده نتيجة تعلم ايه سابق وبيشوح الاتجاه ده طبعا التجارب بتاع بفلف والخاصة بان فيه اكتران مبين مسير وعندنا استجابة وهكذا واخر اتجاه عندنا هو الاتجاه البيئي الاتجاه البيئي بيتحدث عن التفاعل ما بين قوى الفرد الداخلية والخارجية ان فيه تفاعل ما بين قوى الفرد الداخلية واخراجية في حدوث السلوك اتجاه البيئي بصفة عامة عندنا بيبقى فيه طبعا البيئة او تأثيرها على ظهور الطابات السلوك وممكن ان الطفل بيكتسب معظم السلوكيات السلبية او للطابات السلوكية اشتركوا في القناة